الثالثة اللي معانا النهاردة هي عن شيء كده بمجرد ان احنا بنسمع عنه بيحصل كده نوع من انواع الفخر الحقيقة الموضوع ده بيخص الافتتاحات الاثرية للمناطق اللي بيتم تطويرها حاليا طيب ايه اللي حصل؟ افتتاح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار مؤخرا مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر في سقارة بعد الانتهاء من اعمال الترميم اللي بدأت سنة 2006 المقبرة دي مكونة من جزئين الجزء العلوي عبارة عن مبنى زي كده نقول ايه المصطبة يعني مشيد من الحجر الجيري والجزء السفلي فمنحوط في الصخرة على عمق بيصل لحوالي 30 متر ويمكن الوصول لي بسلم حجري ده بيؤدي لباب او بيوصل لباب منحوط في الصخرة وبعد كده ممر المدخل اللي بيودي لباب المقبرة طيب بافتتاح المشروع الترميم ده استقبلت المقبرة اول زوار ليها من اكتر يعني من 15 سنة طب بدل ما احنا عمالين نوصف كده يعني بالوايم زي ما بنقول خلونا نشوف كده يعني تقرير اكتر عن المقبرة الجنوبية للملك زوصر في سقارة ونرجع تاني لحضراتكم الملك زوصر يستقبل زائريه بالمقبرة الجنوبية بمنطقة اثار سقارة بعد افتتاحها وانتهاء اعمال مشروع ترميمها الذي بدأ عام 2006 احنا بنتكلم على 16 بلوك جرانيت وردي بنتكلم على وزن 120 طن بنتكلم عمق 31 متر المرمم المصري المهندس المصري الاثر المصري ادير يرفع البلوكات الحجرية من المقبرة الجنوبية عشان يقدر يعمل حفاير ويقدر يثبت التربة ويوصل لما يسمى بالمدرك او الصخرة الاصلية الصخرة الام ثم ينزل تاني 16 بلوك ويعيد تركيب التبوت الحجري الجرانيتي كما كان على عمق يصل ل31 مترا يقع الجزء السفلي من المقبرة يمكن الوصول اليها بسلم حجري يؤدي الى بابها الذي يؤدي الى الممرات الداخلية افتتاح المقبرة الجنوبية بسقارة سيشكل عامل جذب سياحي اضافي للمنطقة الاثرية لسيما بعد الانتهاء من ترميم هارم زوسر المدرج وافتتاحه في مارس الماضي هذه الرحلة طالما حلمت ان احققها طوال حياتي واليوم انا متحمس للغاية لرؤية المقبرة الجنوبية لاول مرة وسعيد للغاية كي اكون من الاوائل الذين زاروا المقبرة هذه ثاني زيارة لمنطقة اثار سقارة الزيارة الاولى كانت قبل عام لكن زيارة اليوم تختلف كثيرا بعد افتتاح المقبرة الجنوبية لاول مرة انتظرت كثيرا هذا اليوم فانا دائم الزيارة لمصر واثارها الرائعة لكن مع هذا الحدث افتتاح المقبرة الجنوبية كان يجب ان اكون من اوائل الزائرين لها وتقع المقبرة الجنوبية في الركن الجنوبي الغربي من مجموعة الملك زوسر الجنائزية التي تعد اقدم بناء حجري في العالم القديم والتي اكتشفها الاثريو الانجليزي سيسال فارث عام 1928 محمد هائدين اكستر نيوز